قانون العمل التفاصيل الكاملة لمشروع قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه نهائيا المشروع يستهدف معالجة السلبيات التي أصفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي وتعديلاته النقاش الحقيقة هو مش هيكون نقاش هو هيكون محاولة مني إن أنا أخذ أكبر قدر ممكن من المعلومات من ضيفية الكريمين سيادة النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ من ورنا ومشرفنا سيادة النائب أهلا بحقيقة أهلا سيادة النائبة نوها زكي أمينة سر لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب من ورنا ومشرفان أهلا بحضرتك ليه بقى أنا مش عايزه يبقى نقاش بالمعنى المتعارف عليه أنا مش عايز أهدر الوقت في أن أنا أثرثر أنا عايز أعرف منكما إيه اللي الناس مفروض تعرفه وتتحسب له من هذا القانون الجديد سيادة النائب في الأول باختصار هو قانون بهم عدد كبير قوي حاولنا نتكلم على قانون عامل قطاع الخاص وبالتالي قطاع الخاص هو القاطرة في أي حاجة دلوقتي كم العمالة هي اللي موجودة فيه أوضح بس إن إحنا هو ممكن كان قانون فيه قدر من الحساسية إنك بتعمل توازن بين صاحب المنشأة وبين العامل الحاجة التانية برضو المشاهد لازم أعرفها وأنا بقول صاحب المنشأة وقاتبي بأخيرنا عمل فدايما ييجي في الدماغ المنشأات الكبيرة يعني العملاقة لأ إحنا بنتكلم على يا منشأة عملاقة يا محل تجاري فيه خمسة يا ورشة فيها خمسة وبالتالي هي دي حسية القانون فبيبقى صاحب العمل زميلهم الصنايع زيهم لا وأنا أقصد وانت بتحط المواد وانت بتراجع المواد تاخد بالك إن اللي حيطبق مش الكبير بس اللي يقدر ده الصغير اللي ممكن ما يقدرش على اللي انت تطلبه نفس الموضوع فكرة العامل العامل هو مش مجرد العامل الجميل البسيط لا المدير العام هو عامل طبعا رئيس مجلس إداراته هو عامل وبالتالي برضو وانت بتحط مميزات وانت بتحول تعمل التوازن بتبقى عامل توازن كبير لأنه داخل في هذا القانون زي ما بقول منشأة كبيرة ومنشأة صغيرة عامل مرتبه بسيط وعامل أصلا مرتبه كبير التوازن ده هو اللي كان محطوط في القانون الميزة إن احنا أما الحكومة كانت جايبة القانون مع الوزير شرح لنا برضو في الأول خالص وإحنا بنقشه في اللجنة إن كان فيه اتفاقيات وأعداد بين نقابة العمال وبين الشركات وبالتالي كان فيه اتفاق مسبق صحيح بعد كده كل واحد بيحاول ياخد اللي يقدر عليه وده وضع طبيعي يعني بس هو قانون فيه توازن كبير طبعا الوضع الطبيعي برضو إن احنا في المجلس دايما بنروح مش هقول للأضعف أنا بأتكلم للعامل ولكن لللي بيطبق عليه أكتر من صاحب العمل شوية فبديبقى مش منحزين ولكن في عينينا اعتبارات معينة تؤدي إن العامل وهو بيشتعل في القطاع الخاص يبقى متطمن